سقطرة درة اليمن في المحيط الهندي وهدف الإمارات من حربها على اليمن بشتى الطرق الممكنة تحاول أبو ظبي السيطرة على الجزيرة واستمالت سكانها ودوما ما كانت تنكشف مطامعها وتصطدم برفض شعبي واسع لتحركاتها انقلبت الجزيرة رأسا على عقب أثناء التواجد العسكري وخرجت المظاهرات وهتف الناس حتى بحة حناجرهم وفي منتصف مايو من العام 2018 كان رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر جنبا إلى جنب مع السكان المناوئين للتواجد العسكري الإماراتي وتحت الضغط الشعب والموقف الحكوم الرافض لتواجدها أخرجت القوات العسكرية الإماراتية بوساطة سعودية لكن أبو ظبي أرادت الجنح للعاصفة لتعود مجددا من النافذة عبر إغراق الجزيرة بميليشيا المجلس الانتقال التابعة لها لتفرض سيطرتها على الأماكن الحيوية في الجزيرة أمس الأول كانت الجزيرة على موعد مع استقبال وفد إماراتي استفز مشاعر الناس والسلطة المحلية محافظ سقطر رمز محروس أدان قيام المندوب الإماراتي وعدد من عناصر المجلس الانتقالي بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة وأضاف في بيان له إن المندوب الإماراتي خلفان المزروع المسؤول عن مؤسسة خليفة اقتحم مؤسسة الكهرباء بمعية عناصر من المجلس الانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا وسحب مولدات الكهرباء وقال إن ما يقوم به المندوب الإماراتي وأدواته من اعتداء على مؤسسة الدولة أمر مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فورا موجها للأجهزة الأمنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام مخططات التخريب والعبث بخدمات أبناء المحافظة